تعالوا بقى نستعرض مع حضراتكم مجموعة من الردود الأفعال والحقيقة كان فيه ردود أفعال كبيرة جدا 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 على فوز المملكة العربية السعودية وأولهم كانت تصريحات ليونال سكالوني المدير الفني أو المدير الفني عفوا للمنتخب الأرجنتيني اللي عبر عن حزنه الشديد لهذا السقوط التاريخي قال نصا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة الجميع حزين في المنتخب ولكن سنعمل للفوز في المبارتين القادمتين في كأس العالم وكافة البطولات لا مجال للخطأ ربما هذه أسوأ لحظة بالنسبة إلينا خسرنا ولكننا سنعود مجددا وقال كمان نحترم المنتخب السعودي وكافة المنتخبات المشاركة لديه لاعبين مميزين ويمتلكون لياقة بدنية عالية وكان جمهور السعودية كبيرا جدا في المدرجات وتوقعنا ذلك وبعد الهدف الأول كانت لديهم الثقة الكبيرة وبصورة عامة المنتخب السعودي منتخب مميز الحقيقة ده كلام يعني موضوعي جدا منه وكلام محترم يحترم جدا وبيعبر عن مدى احترام المدرب للمنتخب المنافس رغم الخسارة حاجة جميلة جدا ونتمنى نسمع نفس الكلام من مدربي المنتخبات اللي هتواجه المنتخبات العربية في الكام يوم اللي جايين إن شاء الله أتمنى يحصل نفس السيناريو بشكل أو بأخر بص احنا انبارح كان في تويتات بختلفة جدا وناس بتبارك وناس جعلانا وكلام ده كله